حاجات جديدة ولكن الصبر أهم حاجة الصبر كل يوم نسمع عن أخبار حلوة في سينة لأنه الدراسات بتقول أنه في حالة صحوها بتحدث في سينة من حركة تعمير وتطوير ويعني إعادة صياغة المكان يعني بتحصل على الأرض سينة ما حصلتش قبل كده يعني كل ده أصبح جزء من توجه واستراتيجية الدولة وهي في الحقيقة عايزة يعني دولة توصل رسالة مهمة للعالم أجمع أنه سينة مش مجرد حدود سينة الوجود كله يعني سينة بقت في قلب اهتمامات الدولة وهتكون على قدم المسواة مع باقي الأقاليم المصرية من حيث تنفيذ استراتيجية ودي جزء من نظرة الدولة التنموية تجاه محافظتها بما فيها طبعا محافظة سينة وعايزة أقول لحضراتكم أنه الدولة مش هتكل ولا هتمل من إعمار سينة إلا بنهاية تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة هدفها إعادة صياغة مصر بالكامل ونشوف مصر بشكل جديد نسينا هتبعى الخريطة بمفهوم جديد وبشكل جديد بإذن الله